أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لأية محاولات لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أنها ستطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بالعبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبلي كما ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية والتي تمثل تدخلا وعملا لا يقدم سوى مصالح إسرائيل وليساء إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه ودفعه إلى التخلي عن أرضه